تعالوا نشوف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر ايه؟ نشر تقرير مهم جدا بيتضمن انفو جراف الانفو جراف ده بيسلط الضوء على جهود الدولة والخطوات الاستباقية الخطوات اللي خادتها الدولة مسبقا لمواجهة تداعيات الازمة الروسية ليا الازمة بتاعة روسيا اوكرانية طيب التقرير ده عمل ايه؟ بدأ يشتغل على اولا التوجهات الرئاسية اللي بتهدف لتعزيز جهزية الدولة في مواجهة اثار الازمة اللي بتشمل بقى الاعدادة بس تعالوا ناخدها واحدة واحدة كده ومش هطول عليكم هم اتنشر ورقة بسنها يعني هاخدهم معاكو بسرعة واتمنى بس زمالي يبقوا عارضين الحاجات دي قدامنا كمشاهدين يعني على الشاشة تعالوا ناخد اول حاجة التوجهات الرئاسية لتعزيز جهزية الدولة في مواجهة اثار ازمة روسيا اوكرانيا واحد اعداد فوري لحزمة من الاجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف اثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري انا لسه حكيلكو على اللي بيحصل في السلاسل وازاي الدولة قاعدة عمالة بتراجع وبترائب وخفضت اسعار ده على سبيل المثال طيب اتنين على نفس النقطة لسه انا بتكلمكم على موضوع الحاجات اللي بتتقدم للمنشآت الصناعية بلو اراضي لاستخدام الصناعية اهو يعني حاجة عظمة على عظمة طيب تعال نشوف مثلا على مستوى الامح الدولة منح تحافظ توريد اضافي لسعر اردب الامح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزرعين على توريد اكبر كمية ممكنة وخدوا حافظ حلو طيب وتم التبكير كمان بالمناسبة بتاع التوريد حلو العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الاساسية والسعي نح وزيادة المخزون لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة اشهر عارف حضرتك يعني ايه لا تقل عن ستة اشهر مفيش دولة في الدنيا عيشة من غير استيراد حلو طيب بتليل انه جماعة الاجانب كلهم بيقولك يا جماعة الازمة دي تتسبب في ازمة عالمية على مستوى الايه الغذاء طيب مفيش دولة خلال الستة شهور مش هتشتري خالص يعني لو افترضنا جدلا اللي قدر الله احنا مش جمهورية مصر العربي ياسين احنا نبي هاليا على رأي صلاح ابو سيفة الله يرحمه في فيلم البداية ففي نبي هاليا احنا عندنا مخزون يكفينا ستة شهور ده لو انا ما بشتريش حاجة خالص ومنغلق على نفسي تماما فانا ستة شهور في الامان هذا اللي يمنع عندنا خلال الستة شهور بالتأكيد ممكن هذا هبوء استورد هذه البضاعة وهذه السلعة وهذا المخزون وهكذا فانا في التمام ستة شهور ده حاجة كبيرة مش حاجة قليلة طيب تعالى نتكلم على اعادة ولادنا اللي كانوا موجودين في الجامعات الاوكرانية وازاي احنا خدناهم اعادة طلبة المصريين اللي عبروا الحدود الاوكرانية الى الدول الاوروبية المجاورة ووصول الطائرات المصرية بهم الى مطار القاهرة الا من اراد ان يستمر في اوروبا لحين انتهاء الازمة يعني اللي خد القرار طيب انا فاكر كويس جدا انا سألت في ده السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج وقالتلي إلا الطلب انه هيفضل موجود ده كان قراره هو تعالنا نشوف بقى كمان استكمال المراحل انتوش اعطيني الحاجة على الشاشة ليه يا جماعة عايز المشاهدي يشوف استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع كويس الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزين لها مصر جماعة كانت زمان اخرها يعني قابل مشروع الصوامع ده نخزن اظن مليون ونص حاجة كده احنا النهاردة اظن فوق الخمسة مليون ونص او الستة مليون طيب التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية باسعار منخفضة وانا لسه حكي لكم الحدوتة من السلع الغذائية اياها دي او يعني السلسلة اللي بتبيع الحاجات الكتير بتنبو المناسبة سلع غذائية وغير غذائية طيب هل بس كده لا ده الدولة بدأت تشتغل على توزيع كراتين رمضان ومواد تموينية وما الى ذلك ومسألة الجهد اللي بتبزله الدولة علشان ايه علشان السوق يتضبط يتعدل وتتشدد الرقابة على منافذ البيع تشديدة تشديدة يعني واللي مش هتضبط هيتقدر ما هنعمل ايه طيب التوجيهات كمان شاملت ايه بقى تعزيز جهود ضبط السوق زي ما كنت بقولك وتجيد الرقابة تسعير رغيف الخبز وحكيتلك على اللي حصل في هادي السلسلة السلسلة بتبيع رغيف باتنين جنيه وقالك طب هنخليه باتنين جنيه ونص فتيج اللجنة وتراجع هب فجأة خط لزق من غير لا احم ولا دستور وريني يا ابني لا ايش ده بكام الرغيف ده باتنين جنيه وزنه كام كزا ارجع على جنيه اصلا يا فنم ده احنا كنا بنبيعه باتنين ماليش فيه القرار بجنيه سلام عليكم تعالى بقى ناخد لجنة حكومية لمواجهة تأثيرات الازمة طيب الاجراءات اللي اتخدت من قبل هذه اللجنة الحكومية والاجراءات بتاعت توفير مخزون آمن من الامح لجنة مواجهة تأثيرات الازمة تم تشكلها بشكل رسمي واجتماعاتها تبدأ تنعقد بشكل اسبوعي في فترة الازمة ده تمنى انه لا تطول هذه الازمة على الاطلاق الازمة الروسية الاوكرانية طيب بتعملي اللجنة اولا بتعمل عملية تقييم للتطورات او البول مش بس كده وتبدأ تاخد الاجراءات في ضوء هذه التطورات او المستجدات حلو فيه 36 مليار جنيه يا مولانا خصصتها الدولة لشراء 6 مليون طن امح محلي مستهدف استلامه ما انا الصوامعي بقى تقدر تخزن الكميات دي نحن صومعنا زمان كان التعبانة اوي طيب اصدار قرار بمنع التعامل مع الاماح المحلية الا في الاماكن اللي بتحددها وزارة التموين ويمنع منعا باتا تداول الاقماح خارج نطاق الاماكن بتاعت التخزين اللي بتحددها الوزارة طيب حصل قرار وزاري مشترك ما بين مين وزارة التموين ووزارة المالية ووزارة الزراعة بيقول اي يا جماعة هنبدأ موسم توريد الامح المنتج محلية لسنة 22 في اول ابريل بدل من 15 ابريل اه ده شيء رائع جدا طيب بالمناسبة يا جماعة الدولة تقول انا عايز مصادر الواردات بتاعت الامح يتم تنوعها ده من بادري احنا شغالين على ده ما استنناش ازمة روسيا واوكرانيا فباقينا عندنا 15 مكان نستورد منه امح ان اردنا طب هو الحافز بتاع الاردب قد ايه الحافز بتاع الاردب فندم 65 جنيه على كل اردب لو حضرتك مزارع او عندك قرأي مزارعين الى اخيره اسألوا على هذا الحافز وهتعرف قد ايه الحافز ده بالنسبة له مزيكة مزيكة يعني الحافز يتحط اللولة 65 وكمان ابدر فالفلوس تخش جيب المزارع من البادري بدري عشان يبدأ يورد من واحد ابريل ويقبط من او واحد ابريل طيب تعالا نرجع على ايه كمان بقى صدور القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بيقول ايه بيقول تنظيم التداول والتعامل مع الامح المحلي في موسم حصاد 22 من خلال الالتزام بايه باثنشر اردب من محصول الامحة عن كل فدان عشان محدش برضو ايه احيانا نفس امارة بالسوق هنعمل ايه بيدي اقول لك انا هورد تمانية اردب هورد خمس اردب لا بعد اذنك هتورد لي اتناشر اردب عن كل فدان وده الحد الادنى هتورد اكتر اهلا وسهلا حبك يا زين وتاخد الخمسة وستين جنيه عن كل اردب زيادة هتورده بالمناسبة الخمسة وستين جنيه دول على كل اردب من اول اردب من الاردب رقم واحد حلو حظر البيع بتاع ايه بقى اللي بيتبقى من الامح اللي نتج عن مسم الحصاد بتاعنا بتاع ابريل اتنين وعشرين لغير جهات التسويق الا بعد ما اخد التصريح بتاع وزارة التمويل فبعد اذنك عزيزي المواطن المزارع الهمام العظيم صانع حضارتنا العظيمة في مصر القديمة ارجوك ارجوك ما تعملش حاجة غير لما تاخد اذن وزارة التمويل حضرتك عندك حد ادنى اتناشر اردب عن الفدان حضرتك بتاخد الحافز بتاعهم مية مية خمسة وستين جنيه على كل اردب حضرتك عايز تورد لنا اكتر يا سلام سلم اهلا وسهلا حضرتك عاوز تتعامل على بقية الامح اللي موجودة عند سيادتك تاخد تصريح وزارة التمويل ده في الاول تعالى بقى نشوف ايه الدولة نجحت في ايه في اللي هي بقى ايه المخزون الامن من السلع لتلبية احتياجات المواطن ونشوف نسب الاكتفاء الزاتي احنا عندنا اكتفاء الزاتي يا يوسف ايوة يا فندم عندنا اكتفاء زاتي او الله العظيم بص تعالى ناخدها واحدة واحدة انا عندي نسبة اكتفاء من الامح امحيي انا بتاعي انا خمسة وستين في المية كنا فين وبقينا فين يا كرام فلما الرئيس قال لك اللي حصل في مصر خيال هو خيال ماهو يا راجل يا طيب لما تقعد طول عمرك عندك ساعة تخزين طول عمرك طول عمرك احنا بنزرع امح من ام قدماء المصريين اقصى ساعة تخزينية كنا وصل الله اظن لحد الفين وخمستاشر ولا اه اربعة تشر خمستاشر واحد ونص مليون طول عمرك من تمن تلاف سنة لحد الفين وخمستاشر اجمال ساعتك التخزينية واحد ونص مليون فانت تيجي في سبع سنين تخليهم ستة مليون يعني ترفع اربع اضعاف من ناحية خيال اه هو خيال عاجبك الموضوع مش عاجبك الموضوع واعذرني مليش دعوة بس هو خيال الرقم بيقول كده ولما هو مش خيال ما تعملش قبل كده ليه طيب يا مولانا ماشي السكر 87% اكتفاء 87% وانتو فاكرين ايام ازمات السكر اما كنت تقعد تلف على السكر مدينة بحالها عشان تجيب كيلو ماشي عندك مدة التغطية بتاعت السكر بالمناسبة اربعة ونص شهر يعني اربعة وشهر واسبوعين تغطية شاملة اربعة ونص شهر الزيت عندي 30% زيوت وعندي مدة التغطية ست شهور تعال على اللحمة الحية نسبة الاكتفاء بتاعي 57% يا دين النابنة لو قلت لك كنا ايه طيب عندي اكتفاء من اللحمة الحية بإذن الله سبحانه وتعالى 9 شهر الدواجن الدواجن مصر كانت زمان بتستورد الدواجن على قفة من يشيل احنا مرة استوردنا فرق فزدة وورق سؤور انا فاكر ايام كانت القضية الشهيرة بتاعة توفيق عبد الحي طيب 97% اكتفاءك الزاتي او نسبة اكتفاءك الزاتي من الدواجن عندي ما يغطيني 6 شهر ونص او الله العظيم تعالى بقى تشوف التعاقدات وانا قلت لك ايه ما هو اكيد وارد ان انا اشتري في النص يعني عايز اشتري حاجات ما هانا الحاجات دي كده مش مية مية لا عندي حاجات مية مية الرز مية 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 في المية اكتفاء وعندي مخزوني يغطيني 6 شهر ونص المكارونا مية مية وعندي مخزوني يكفيني 5 شهر التعاقدات الحكومية بقى على السلع الاستراتيجية من بداية العام المالي اللي هو في يوليو 2021 عندي تعاقدات باربعة واربعة من عشر مليون طن قمح عندي تسعة وعشرين والتلاتين الف طن لحم حية ومجمدة عندي احداشر الف طن دواجن مجمدة عندي مية خمسة وسبعين الف طن مكارونا عندي مية وستة ونصف الف طن رز عندي سبعمية وطلاتاشر ونصف الف طن زيت خام محلي ومستورد عندي تلتمائة الف طن سكر خام مستورد من اكتفاء ذاتي سكر 97% بعد ما والله كان فيه ايام تلف محافظتك ما تلاقي سكر غير عند الحبايب ويطلعه لك بالعافية يعني كان يطلع لك كيلو بالعافية ويبقى مجملك يا دين النبي ده المستورد الخام بتاع أسف الأبيض المحلي بتاعي عندي واحد مليون ومتين ألف طن سكر أبيض محلي طيب علشان كل هذا المخزون الحمد لله والشكر لله لربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيه لأنه اسعى يا عبد صح العبد في التفكير الرب في التدبير الفضل ربنا أولا العبد فكر فالدولة فكرت وقالت نشتغل ابني في صوامع نخزن ازرع اعمل صنع وهكذا آه وربنا كرمنا والحمد لله آخر كرم طيب علشان بقى بعد ما عملنا كل ده طيب إحنا لازم بقى وإحنا بنشتغل عليه وبنترحه في الأسواق نضمن ضبط السوق فتشوف بقى أنه الدولة زي بتتوسع في إقامة المعارض والمنافذ علشان حضرتك تقدر تحصل على هذه الأسعار مهانة زمان ما كانش عندي منافذ كفاية أول الله العظيم خالص ما فيش كفاء خالص إحنا من قلة المنافذ أنا عايز بس رجعت للأفلام بتاعت السبعينات وتمانينات وتسعينات وألفنات الأفلام الأفلام مش أقولك الواقع الطوابير اللي قدام الجمعيات ومحاقوا بقلة التموين طوابير إيه تسد عين الشمس طالنهار ده لسه بتشوف طابور قدام جمعية ولا منفذ وبتا ده أنت لو شفت طابور بتشوفه علشان خطر الأسعار حلوة فالناس بتجري عايزة تشتري منها تعال نشوف تقديم موعد معرض أهلا رمضان على سبيل المثال ما هو الدولة ولا ما بتفكرش فيك ما كانتش شغل الدماغ يعني طيب فييجي إنه أهلا رمضان يشتغل من إمتى من 15 مارس فيتم طرح كل السلع بالمناسبة بتخفيضات في أهلا رمضان من 25% ل35% طيب تعال نشوف كده الاتفاق اللي اتعامل ما بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية علشان إقامة المعارض الدائمة طول العام ما انتها تيجي تقول طب أهلا رمضان ده مستمعي لحد إمتى يوسف ما أكيد بيبقى له مدة هقولك طيب وماذا عن المعارض الدائمة صديقي عزيزي أخويا سيدي المواطن وبقولها من قلبي والله لا ده احنا عندنا جماعة حاجة اسمها المعارض الدائمة وتبقى موجودة في كل المحافظات حلو جميل يبقى الانطلاق من محافظة الجيزة أولا وبتخفضات تصل إلى 30% ده انطلاق ده أنا بقولك هيبقى في كل المحافظات تعال نروح بقى على الشوادر عندي 15 ألف شادر في مصر 15 ألف شادر في مصر اقسم يا يوسف على السبعة وعشرين محافظة والله لا اقسمها لك وإحنا قاعدين مع بعض ده انت حبيبي حبيبي 15 ألف على السبعة وعشرين روح يا نوفمبر تعال يا نوفمبر يعني كل محافظة فيها 555 شادر ونص الـ 565 ها 56 همشي هلك يا عم هكبر أنا النص ده علي أنا 555 شادر في كل محافظة ألا يفي ذلك طيب هل إحنا نكتفي بذلك فقط ده دي خوادر الدولة لا المجتمع المدني أقام أيضا 900 شادر تعال بقى على المنافذ 7000 منفذ إجمال المنافذ التنمونية ضمن مشروع جمعيتي في كافة أرحاق الجمهورية تعالى بصوا أنا مش هطور عليكم نقول لكم بس هي الورقة دي علشان دي هي ايه من ضمن الحاجات اللي هي مهمة جدا 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 لحضراتكم بجد عشان بس انت بقى عارف وانت بي ما تخلي حد يقعد يقول لك في دماغك يا رجل طيب ما انت بتبقى صاحب من صباحية ربنا بتجري على لقمة عيشك وبعدين تعدي عشان تشتري لوازم البيت أو المدام بتعدي تشتري لوازم البيت يعني انت بتشوف الحاجة بنفسك طيب 172 منفذ سابت 21 منفذ متحرك ومعرض تابع لوزارة الزراعة لتوفير السلع المختلفة بالأسعار اللي بتقل عن مثيلتها في الأسواق التخفضات بتاعت منافذ الزراعة من 20 ل 25% تعالى عندي بقى عندك يا سيدي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عمل لك 1200 منفذ متحرك العربيات الشهيرة اللي أصبعنا حفظنها صم خلاص عارف العربية دي وطنية زي ما بظبط كده الكشك ده أمان صح ولا أنا غلطان خليك حقاني طيب 1200 منفذ متحرك و212 منفذ سابت وطنية 62 مجمع وفرع تابع لجهاز الخدمات العامة لقوات المسلحة ده كده غير المنافذ المتحركة والسابت 62 طيب تعالى 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل تم توفيرها علشان نبيع بأسعار مخفضة تعالى لي في 15 مارس بقى بدأت المرحلة 22 بتاعت ايه كلنا واحد اللي عملتها وزارة الداخلية بأسعار مخفضة بالإضافة لتوفير مختلف السلع في كل مجمعات ومنافذ شركة أمانة تابعة لوزارة الداخلية ايه ده؟ هو كل مصر شغالة علشان المواطن؟ يعني أنا أفهم إنه تبقى وزارة التموين ووزارة الزراعة الجيش شغالة علشان خطر المواطن والداخلية شغالة علشان خطر المواطن والتنمية المحلية بتتبع مع كل الوزارات وتنصق معاها علشان خطر المنافذ بتاعت المواطن أحب أكلمك عن ستة مليون كرتونة رمضان ولا تلات أنواع من اللحوم بيتم ترحاها بأعلى درجات الجودة ولا كوبونات شراء السلع للناس اللي يعني مقرشة شوية ولا الواحد ومليون ومتين ألف شنطة تم تجهزها بالتنسيق مع وزارة التضامن طب أقولك إيه؟ بص كل اللي أقدر أقوله لك الدولة وهي بتعمل كل ده اللي أنا شايفه كتير وكبير الدولة شايفاء مش كتير عليك خالص مش كتير عليك الدولة بتقولك ده حقك علينا الدولة بتقولك أنت ملكش زنب في حاجة الدولة كمان بالمناسبة مهمة قوي أنك أنت تبقى فاهم أن هي كمان ملهاش زنب في حاجة مصر ملهاش زنب في الحرب بتاعت أوكرانيا وروسيا ومصر ملهاش زنب في الكورونا لحنا اخترعنا الكورونا ولحنا طرف في حرب لكن أدي الله ودي حكمته وضع اقتصادي فرض نفسه على الدنيا هرجع وقولك لو عندك حد من الأصدقاء الأقارب الجيران عايش في أوروبا بيشتغل أو طالب اسأله وقوله يا ترى هل ترى هي البلاد الحلوة بتاعت أوروبا دي البلاد الشياكة دي عاملين إيه ويا ترى كل حاجة متوفرة ولا لا وأخبار الأسعار ولما بتخش السوبر ماركت بتلاقوا كل حاجة موجودة مش هجاوب أنا هسيبها لأمانتك